السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة ألتقي بكم مجددا لإكمال أسئلة الفصل السادس الحوامض والقواعد للصف الخامس العلمي أعزائي الطلبة وصلنا للسؤال التالي السؤال اللي هو 9-6 السؤال يفكر ويا يا عزيزي الطالب أرجو أن تتابعني حتى تقدر تحلى معي ما كمية ملح كبريتات الأمونية إذن أريد كمية ملح كبريتات الأمونية كبريتات الأمونية NH4x2SO4 كمية يقصد بها هنا الكتلة يريد أندي إذن كتلتها علما أن الكتلة المولية أيضا ما أعطينا الكتلة المولية له وتساوي لي 132.8 غرام مول هاي وحدة الكتلة المولية لكبريتات الأمونيوم اللازمة لتحضير 400 مل من محلول إذن الحجم يساوي 400 بالمل لاحظة عزيزي الطالب ومطيني أيضا المولاريتة التركيزة المولاري اللي هو 25% مولاري يريد عزيزي الطالب كتلة هذا الملح كبريتات الأمونية ما كمية أي يطلب مني الكتلة المعلومات موجودة الحجم موجود المولارية وموجود الكتلة المولية إذن إحنا نعرف قانون المولاري عزيزي الطالب الحل المولاري نعم أنت حافظ القانون أحسن تساوي لي عدد المولات على الحجم باللتر والتساوي عزيزي الطالب عدد المولات هي الكتلة على الكتلة المولية على الحجم باللتر وممكن أن يصبح القانون يساوي لي الكتلة على الكتلة المولية في الحجم باللتر المجهول هو الكتلة إذن الكتلة تساوي لي حاصل ضربهم الكتلة تساوي المولارية في الكتلة المولية في الحجم بألتها يصبح عندك هذا القانون تستطيع عزيز الطالب أن نشتقيناه في دروسنا السابقة أن نوجد كتلة المادة المطلوبة فإذن أنا عندي هنا يساوي لي المولارية معلومة هي 0.25% مولاري في الكتلة المولية أيضا 32.8 في الحجم 400 وإحنا الحجم باللتر فرح أقسم على ألف حتى أحاوله إلى لتر هذه الكتلة إذن جوابه من إجر الحسابات الرياضية هو 13.28 وحدتها بالغرام سؤال بسيط عزيز الطالب عندما يطلب منك دائما سؤال بالكتلة وتركيزه المولاري معلومة هذه المولارية معلومة والكتلة المولية معلومة والحجم مجرد أنه تطبق القانون تطبيق مباشر وتوجد الناتج نأتي على سؤال آخر السؤال السؤال كم هو حجم؟ هذا السؤال شوية متشعب وطويل أرجو أن يتابعني السؤال يقول كم هو حجم حامض الكبريتيك المركز؟ إذن يريد حامض حجم حامض الحجم لحامض H2SO4 يريد المركز هذا مجهول المعلومات عنده معلومات المركز معلومات 98 النسبة المئوية الكتلية هو 98% هاي النسبة المئوية الكتلية والكثافته 1.84 لكل غرام لكل ملي لتر إذن هاي معلومات الحامض المركز مطين الكتلة واللازم المعلومات الأخرى هنا لازم لتحضير عندي المعلومات 100 ملي لتر المحلول الحامض المخفف حجمه 100 ملي لتر معلومة من أيضا مطينا النسبة المئوية إلى وكثافته ونسبته المئوية الكتلية هي 20% هاي النسبة وكثافته رو تساوي 14 14 هاي لكل غرام لكل مل لكل مل هاي معلومات يريد من أندي عزيز الطالب حجم حامض كبريتيك المركز ومطينا هاي المعلومات قلنا إذا يجينا بالسؤال حجميا مولاريات أقدر أطبق قانون التخفيف إحنا حلينا بالدروس السابقة قانون التخفيف يعني تقدر تطبق القانون المولارية في الحجم واحد المولارية الثانية في الحجم الثاني عندك مخفف وعندي هنا المركز هذا هو المجهول لاحظ عزيز الطالب أبدي من المطلوب دائما مني طينا السؤال تبدي من المطلوب المطلوب يريد حجم المركز إذا هذا موجود المخفف حجمه لازم إذن المولاريات ثمينة تكون معلومة أجي أخذنا بالدروس السابقة كيفية إيجاد المولارية عندما توجد الكثافة وعندما توجد النسبة المئوية فإنسا أنا عندي معلومة رح أجي أخذ كل محلول على حداء أو أحل أجي على المركز الحامض المركز عندي الكثافة وعندي النسبة المئوية فرح أوجد إذن عزيزي هطلق نفس الحالة عدد الغرامات غرام على مل نفس الحالة نضرب الكثافة في النسبة المئوية الكتلية هذا المند أوجد للمركز سأوجد عدد غرامات ف 1 4 80 في 98 100 عزيزي الطلبة نحن نوجد بالمل يبقى لازم أوجدها للتر رأسا ممكن تضربها رأسا في ألف أضرب الكثافة في النسبة المئوية أضربها في ألف حتى أوجد عدد غرامات في اللتر رح أضرب رأسا في ألف فيطلع الناتج 1800 و point 3 وحدتها دقيقة عزيزي طلبنا الأجري هذه وحدتها غرام لكل لتر غرام لكل أي إنه وجدت هنا عدد غرامات أو كتلة المذاب في واحد لتر هذا عزيزي طلبة إحنا وجدنا عدد الغرامات لاحظ عزيزي الطالب إحنا رح توجد عدد مولات ومن وجدنا الكتلة مات رح وجد عدد مولات عدد مولات تساوي الكتلة على الكتلة المولية عدد المولات الكتلة على الكتلة المولية الكتلة المولية يطينا هذا عدد مولات المذاب في لتر واحد من المvid اخوط وهو نفسه عزيزي الطالب يساوي للتركيز المولاري لأن عدد المولاري حلينا أسألة سابقة قلنا متى يكون المولارية متى تساوي عدد المولاري عندما الحجم يساوي واحد لتر اذن المولارية تساوي العدد المولاري فهم من رحب جاءان المولاري هو نفسه ستساوي لك المولاري اجي اعوض وتساوي الكتلة اللي وجدناها 1803.2 على الكتلة المولية اوجد الكتلة المولية اللي حامل الكبريتي H2SO4 يعطي الكتلة الذرية الهايدروجين 1 في 2 زائد الكبريت 16 في عدد ذراتها 1 زائد 4 16 الكبريت 32 في الوكسجين 16 في 4 ويساوي 98 غرام على مول هذه الكتلة المولية اجي اقسمها احنا نعوضها فيصير 98 غرام على مول هذه غرام وتساوي 16.4 هذه احنا على مول فالغرام هي الغرام فيطلع لي مول على لتر فيمثلي هذا التركيز الغرامي والمولاري مولاري التركيز المولاري متى يصبح التركيز المولاري يساوي التركيز المولاري يساوي عدد المولاري عندما يكون الحجم لتر هذا المل وجدته للمركز نفس الطريقة عزيز الطالب تطبقها للحامض حتى توجد التركيز المولاري للحامض المخفف اذا اول خطوة نوجد نضرب الكثافة سرحجي للمخفف نفس الطريقة لغرام على مل لح تضرب الكثافة في النسبة المئوية الكتلية وتساوي اخذ كثافة الضعي اللي هو عشرين وواحد بوينت أربعة عشر في عشرين على مية ورأسا اضرب فيه ألف حتى اوجد رأسا يطلع لي غرام باللتر يطلع لي عدد الغرامات النقية الموجودة في اللتر أي تركيز الغرامي رح يطلع في اللتر ويساوي لي نحسبها ثنين ثمانية غرام باللتر لاحظ عزيز الطالب هذه هو تركيز غرام باللتر أوجد نفس الشي عدد المولات هذا التركيز الغرامي بعدين رح يجي أوجد التركيز المولاري التركيز المولاري قلنا عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية نفس خطوات التركيز الحامض المركض ستطبقها نفس الطريقة عليها توجدها هذا المخفف ورح تساوي للمولارية لأن الحجم باللتر فرح يكون عندك هنا الكتلة اللي وجدتها على الكتلة المولية نفسها لأن حامض كبريتيك 98 فينتج لي 2.3 هذا مول على لتر لأن عندك هنا غرام على لتر وهنا مول على لتر فالغرام على مول فالغرام هي غرام هذه هنا عدد المولات وتساوي المولارية وتساوي للمولارية لماذا تساوي للمولارية لأن عندك الحجم هو 1 لتر إذن وجدت مولارية المخفف ومولارية المركز ورح أطبق قانون التخفيف رح أطبق قانون التخفيف عزيز الطالب دائما من تكون عندك الكثافة والنسبة المئوية الكتلية تقدر توجد عدد الغرامات النقية في الملي لتر عن طريق ضرب واحد بالآخر أوجدها وإذا تريد تتحولها إلى باللتر رح تضربها في ألف وحصلت عليها من ضربتها في ألف أي وجدتها في لتر وهو التركيز الغرامي أسميه التركيز الغرامي من وجه التركيز الغرامي حول إلى مولات عن طريق قسمة الكتلة على الكتلة المولية ومن رح يطلع لك المولات هي نفس المولارية لأن حجمه واحد لتر فهي الخطوة الأخيرة أن المولارية هنا المركز وتساوي لي هنا مولارية هذا التخفيف في حجم المخفف فصار عندي المولارية معلومة عندي هنا 18.4 في الحجم هو المجهول يريده من عندي بالسؤال المولارية الثانية اللي احنا وجدناها اللي هي 2.3 في الحجم المطنياب بالسؤال اللي حجمه 100 ممكن تبقيه وممكن تقسمه على ألف ويطلع لي الحجم يساوي لي 12.525 في رأساً أضربها بالعشر تالاف يعني حضربها رأساً ما يحتاج أضرب 0.0125 هذه باللتر هذه وحدة اللتر وإذا ما بقيتها بالمل يعني ما يحتاج يقسم على ألف أيضاً صحيح مو خطأ إذن عزاء الطلبة عندما يطلب من عندك المولارية وإنت عندك الكثافة والكثافة النسبية الكتلية العفو الكثافة والنسبة الكتلية المئوية عند ضرب الكثافة بالنسبة المئوية الكتلية وجدت عدد الغرامات النقية المادة في ملي لتر في الملي لتر إذا أريدها في لتر رح أجي أضربها في ألف من مجددها هذا تشطلعت إحنا طلعنا التركيز استخرجنا التركيز الغرامي اوجدت التركيز الغرامي إذا أريد أوجد المولارية بما أن الحجم هنا واحد لتر فعدد المولارات يساوي المولارية إنت عندك عدد الغرامات تقسمها على الكتلة المولية فرح أوجد عندك المولارية وهي نفسة لنا المولارات لأنه حجم إذن هذا التكرر أكثر من المرة فأصبحت إن شاء الله صورة واضحة عزيز الطالب إلي وهذا لازم يكون عزيز الطالب المولارية هنا نثنيناتهم بالمول على لتر والحجم رح يطلع لي إذا قسمنا على ألف رح يطلع لي باللتر وإذا بقيته بالمل هماته صح رح يطلع الحجم بالمل لأنه ما محدد لك بالسؤال أوجد الحجم بالمل أو الحجم باللتر إذا يحدد واستخدمنا هنا عدد مولات المخففة عوضتها بيها عزيز الطالب لسه نجي على سؤال آخر نجي على السؤال الأخير من أسئلة الفصل والسؤال هو بسيط إن شاء الله السؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة فيه أمام العبارة غير صحيحة أولا جميع حوامض وقواعد برونشتد ولوري تعتبر حوامض وقواعد أرينوس أثناء ممكن تسترجع المعلومات عزيز الطالب اللي خذناها طيلة الدروس السابقة هل إنه حوامض لوري برونشتد هي كلها تشبه حوامض أرينوس نعتبرها؟ العبارة هي خاطئة ليست جميعها العبارة الثانية تتفاعل الأمونية مع الماء كقاعدة برونشتد الأمونية مع الماء كقاعدة برونشتد لح أجي أن نشوف هاي العبارة صحيحة شلون صحيحة؟ إذا أنا إخذت هاي الأمونية مثال عزيز الطالب الأمونية أفاعلها مع الماء أشتؤه هاي العبارة صحيحة إنه محن شنو نقلنا قاعدة برونشتد قاعدة برونشتد هي المادة التي تكتسب بروتون فالأمونية هاي تعتبر قاعدة برونشتد لأن لها القابلية أن تكتسب البروتون من الماء الماء HOH فرح يكتسب هذا البروتون متحول إلى أيونات الأمونيوم الموجبة ومعطي OH السالب ذات الصفات القاعدية فإذن هو محيط قاعدة إذن هو مادة قاعدية فإذن الأمونية تتفاعل مع الماء بشكل قاعدة لماذا قاعدة؟ لأن اكتسبت بروتون من الماء فإذن الماء هو يعتبر حامض برونشتد إذن هاي العبارة صحيحة إذن العبارة عزيزي الطالب صحيحة ممكن توضحها وتستنتجها صحيحة أم خاطئة فهاي العبارة صحيحة الرقم الثلاثة يعتبر كلوريد الألمنيوم ALCL ALCL3 هذا يعتبر حامض يعتبر حامض لويس صحيحة العبارة أم خاطئة شاركني عزيزي الطالب بالحال أثناء معلوماتنا أنه حامض شنو معنى حامض لويس من شرحنا حامض لويس قلنا هو المادة التي لها أربطال فارغ لها القابلية أن تستقبل الزوج الألكتروني حامض لويس كل حامض لويس لها القابلية أن تستقبل الزوج الألكتروني فإذن الألمنيوم هنا عندها أربطالات فارغة فلها القابلية أن تستقبل الزوج هذا يعتبر حامض لويس حامض أجي أوضحها أكثر أي L13 1S2 2S2 2B6 3S2 3B1 لاحظ عزيزي الطالب هنا عنده 2 وهنا عنده 1 فمن راح يجي هنا راح يطلع لك عندك انتقال هذا عندي أربطال فارغ إذن أربطال فارغ إذن انطبق عليه حامض لويس تعريفة الذي يحتوي يحتوي فأدي هنا أعتبر هذا حامض لويس حامض لويس هذه وقاعدة لويس هذا عندك هنا 1 أو الزاحة 2 ثلاثة هذا فعندي هنا أنا يرتبطول عندك الكلور على الزي ثلاثة فهنا هنا سيقل وهنا سيقل وهنا سيقل هذي لاحظ إذن عنده عنده أربطال فارغ عنده أربطال فارغ عيدة إليك عزيزي الطالب منتجه على الألمنيوم الألمنيوم رمز لويس إلى رمز لويس يتوزع على أربع جهات هسه عندنا احنا ثلاث جهات بها الكترون وعنده هذا أوربيتال فارغ هذه الألكترون تمنفردها ستكون أواصر مع سيقل مع سيقل لاحظ فإذن هنا عنده نقص بالألكترونات ما مشبع فلها القابلية أن يستوعب الزوج الكتروني إذن يعتبر الألمنيوم هنا في كلوريد الألمنيوم هو حامض لويس يعتبر إذن العبارة هذه صحيحة إذن العبارة صحيحة نجي على النقطة الأخرى تسلك القاعدة القارينة للحامض القوي سلوط قاعدة قوية عزيزي الطالب احنا ذكرنا بالمعادلات إذا عندك أنت حامض قوي من يكون عندي حامض قوي والحامض هو شنو المادة تعطي بروتون حامض تسلك القاعدة القارينة للحامض مثلا عندي هنا أنا حامض هذا الحامض رح أخذها قوي مثلا حامض نتريك HNO3 زائد أخذ قاعدة وياها أو ماء صحيح من هذا حامض رح يهب بروتون هو حامض قوي رح يتحول إلى NO3 سالب احنا عندنا قاعدة الأزواج قاعدة الأزواج حامض يتحول المن إلى قاعدة مخالفة له بكل شيء بصطفات مخالف وأيضا بالقوة فهذا قوي إذا هو حامض رح يصير قاعدة قارينة ضعيفة ويطيني الأمونيوم NH4 موجب إذن العبارة أنت رح تستنتجها حسب هاي المعادلة هل عبارة صحيحة أم خطأ عزيزي الطالب أكيد طبعا خطأ لأن لاحظ ميطي نياضة قوي وإنما يكون ضعيف فإذن أحسنت هذه العبارة إذن ممكن أنا أتحقق من العبارة بعملية أو بمعادلة أو بتجربة حتى أتأكد من صحتها نجي على العبارة الأخرى سبعة يتضمن تفاعل حامض قاعدة حسب نظرية برونشتود انتقال بروتون حامض هذا عندك المعادلة عزيزي الطالب أنت تقدر تقول لي هاي العبارة صحيحة أريد أنت تقول هل أنه تفاعل حامض قاعدة هنا حامض قاعدة هو انتقال بروتون كيف تلاحظ أحسنت حسب تعريفها هنا حدث انتقال بروتون إذن العبارة هنا العبارة صحيحة يحدث انتقال بروتون انتقال بروتون من حامض إلى هذه قاعدة هذه قاعدة برونشتود تكون لي عندي هنا فهذه نجي على النقطة الخامسة يعتبر ثلاثي فلوريد البورون حامض لويس ثلاثي فلوريد البورون نقدر نتأكد منها عزيز الطالب ثلاثي فلوريد البورون شان تسوينا الاليمنيوم ممكن اتأكد من البورون ثلاثي فلوريد البورون البورون خمسة 1S2 2S2 2B1 2 هذا 1 فينتقل فرمز لويس سيصير البورون 1 2 3 هنا فلور يبقى عنده أوربيتال فارغ اذا احتوي على أوربيتال فارغ احسنت انه كل مادة تحتوي على أوربيتال لها القابلية ان تستقبل الزوجة الالكتروني يعتبر حامض لويس اذا هاي العبارة صحيحة انه يعتبر ثلاثي فلوريد البورون هو حامض لويس النقطة لدينا الأخرى الأخيرة احدى المتطلبات الضرورية لقاعدة برونشتد لوري وجود ايون الهيدروكسيد في صيغتها احدى المتطلبات الضرورية لقاعدة برونشتد لوري وجود ايون في صيغة الكيمياء هل هاي العبارة صحيحة عزيزي الطالب من دراستنا لهذا الفصل ومراجعتنا للفصل هل انه كل مادة في برونشتد لازم ادها او اتش هسا عندك الامونية انت قاعدة برونشتد اعتبرها هل تركيبها موجود ال او اتش اذا لا ليست جميع قاعد برونشتد لوري يعتبر هو قاعدة يحتوي على ال او اتش اذا العبارة هنا نعم انت تقدر تجاوبها احسنت عبارة خاطئة هذه العبارة خاطئة ليست جميع قاعد برونشتد لا يجب ان يكون بها ال او اتش عزيزي الطالب اقدر اوضح لك اياها اهنانا قاعدة برونشتد موجودة عدنا معلومات انه حسب هاي القاعدة برونشتد هي المادة التي تكتسب بروتون كل مادة تكتسب بروتون فهي اعتبرها قاعدة برونشتد ليس شرط انه تحتوي احنا قلنا كان تعريف ارينوس هو تعريف غير موسع وغير شامل انه اي مادة تحتوي على ال او اتش اعتبرها وتطلق في محالية المائية اعتبرها لازم يجب ان تكون بها او اتش وتطلق في محالية المائية اعتبرها قاعدة ارينوس لكن بالنسبة الى برونشتد ما اشترط انه تحتوي على ال او اتش احتمال ما تحتوي على ال او اتش تركيبه الكيميائي لكن المادة التي تتقبل البروتون كل مادة تتقبل البروتون من حامض هي اعتبرها قاعدة برونشتد قاعدة برونشتد عزيزي الطالبة لاحظ احنا اسئلة ان شاء الله تكون قد وفيت بهذا الفصل واصبح سهل لحضرتك وان شاء الله نلتقي بكم بدروس اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة